حذر الخبير المائي تحسين الموسوي العراقيين من خطورة تدني حصصهم المائية بشكل كبير وأقال الموسوي أن العلماء حذروا من أن العام 2025 ستبدأ الشحة الفعالية في المياه وتنزل حصة المواطنة الطبيعية من 1250 متر مكعب إلى 350 متر مكعب فقط في السنة لزيادة الكثافة البشرية وانخفاض الإطلاقات المائية وأضافا نستخدم وسائل كلاسيكية قديمة لتقنع حكام المجتمع الدولي بشأن تقليل الإطلاقات لا سيما وأن الأزمة قديمة بدأت منذ 40 عاما مشيرا إلى أن الانخفاض بدأ منذ عام 2009 بعد بناء السدود والممرات